اشتركوا في القناة واجراء حوار وتقديم مساعدات انسانية وتشكيل حكومة ذات قاعدة عريضة ايران والسعودية بحاجة الى اجراء حوار ولكن لا يمكننا الحديث عن تحديد مستقبل اليمن هذا حوار بين اليمنيين ويتعين عليهم الحديث فيما بينهم ويتعين على الجميع تسهيل تلك من جهته صوت مجلس الامن الدولي على مشروع قرار خليجي يطالب الحوثيين في اليمن بالانسحاب وفرض حظر على تزويدهم وقوة الرئيس السابق بالسلاح المشروع ادرجى نجل الرئيس اليمني السابق علي عبدالله صالح وزعيم الحوثيين على القوائم السوداء وقد صوت 14 عضوا من اصل 15 في المجلس الاممي لصالح القرار فيما امتنعت روسيا عن التصويت اشتركوا في القناة